من دار الفتوى اكتسب المأزق الحكومي سحنة طائفية لا نقاش فيها رفعت المرجعية السنية الأولى في البلاد الغطاء عن أي مرشح لرئاسة الحكومة العتيدة غير سعد الحريري من المفترض أن تقفل بورصة الأسماء طوال هذا الأسبوع لأن باب المناورات أقفل أقفل باب المناورات لكن باب التساؤلات فتح على مصارعه مع إعادة تأكيد الحريري وفق ما نقلت مصادره للموقع الإلكتروني التابع لتيار المستقبل التمسك بحكومة اختصاصيين تلبط محاطي اللبنانيين وتقنع المجتمع الدولي بتقديم الدعم العاجل لمواجهة الأزمة موقف جديد قديم إن دل على شيء فعلى مراوحة العقدة وهنا سلسلة تساؤلات تفرض نفسها هل يضمن الحريري لحكومته ثقة برلمان تتألف الغالبية فيه من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما وماذا عن رأي المتظاهرين على اعتبار اللاخطاب موحدا لهم هل يقبلون بأن يترأس زعيم تيار سياسي حكومة التكنقراط التي يرفع لواءها جزء من الحراك وماذا لو لجأت الغالبية النيابية إلى تأليف حكومة تكنو سياسية في أسرع وقت كما تحداها الحريري وفق مصادره هل يقع التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائهما في هذا الفخ الذي يحاولون تجنبه منذ إعلان الحرير استقالته بعد 13 يوما على الحراك الذي يدخل أيامه الستين أم أن احتمال انتقال التيار البرتقالي إلى صفوف المعارضة بات واردا وماذا عن تموضع باقي حلفائه في هذه الحال وهل اللحظة الإقليمية وتربص العدو الإسرائيلي بلبنان في مناسبة ومن دون مناسبة يسمحان بترف حكومة تكنقراط وماذا عن إمكانية أن يكون هناك بديل يرضي الجميع في المشهد اللبناني علامة الاستفهام طاغية في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة مطلع الأسبوع المقبل